في بحثة اسمها الأستاذة طبعا زينة بالسقلي عندها بحث مهم قوي عن تعمل في كلية السياحة والفنادق احدى كلية السياحة والفنادق في اسكندرية عن تاريخ الفندقة في العالم كله قالت ان الفراعنة الفراعنة اللي هم المصريين هم اول الشعوب اللي كانت بتعمل محطات ضيافة على طرق الصفر وخنات عشان الناس اللي جاية ورايحة من الصفر التجار والمسافرين يقيموا فيها وده دي صورة من الفراعنة من فنادق او الفنادق اللي كانت الفراعنة عملاها يعني ادي الصورة قدام حضرتك وده جزء من رسالة بحسية عن الضيافة في مصر القديمة مفهوم الضيافة في مصر القديمة للأستاذة زينب أحمد السقلي قسم الدراسات السياحية المعدل العالي للسياحة والفنادق الحسب الآلي السيوف الأسكندرية بتكلم في البحث ده بس احنا بنقول ده عشان نعلم الناس اللي بتنسى التاريخ يعني ان كانت من مظاهر صناعة الضيافة في الحضارة للمصر القديمة انك كنت تجد كان بيتم عمل محطات خاصة لمبعوثين ورسل الملوك للإقامة أو السكن وده في عهد المملكة الحديثة بتكلم على ديوروس السقلي انه كان هناك ما يقرب من مئة محطة لاستبدال وراحة الحيوانات بين منف وطيبة مئة محطة بين الجيزة وعنده لقصر كده تخيل؟ وفي المحطات دي كان رسل الملوك يلاقوا الأكل والسكن ويستبدلوا الخيول بتاعتهم اللي هي تعبت من الصفر بخيول تانية عشان يستكملوا رحلتهم اذا سيبنا الفرعنة وسبنا بحث الأستاذة زينة بالسقلي فنروح للأستاذ أو للمؤرخ المقريزي اللي كتب عنده كتاب اسم السلوك لمعرفة الدولة الملوك أو دول الملوك الكتاب اللي قدامك ده بيكلم انه في سنة 1249 ميلادي تقريبا يعني لما هاجم الفرنجا مدينة الأسكندرية أحرقوا عدد كبير جدا من الفنادق اللي كانت موجودة في المدينة زي فندق الكلاتينين والجنوبيين والموزة وفندق الموسيليين عدد من الفنادق تم حرقها يعني وكتب انه صارت النار تعمل فيها يعني في الفنادق دي انها الحقيقة يعني كانت النار كلتها انت لو رحت الدرب الأحمر أو منطقة القاهرة الفاطمية هتلاقي عدد من الأماكن دي زي المسافر خانة هتلاقي كمان في الدرب الأحمر لو رحت حارة سمها حتة مش حارة الحارة فيها أجزاء فيه الضرب والزقاء فيه حق فيه ضرب بقى ضرب اسمه ضرب التفاح هتلاقي هناك فندق كان مشهور بالاسم ده حكى عنه المقريزي والفندق ده كان معمول لاستقبال تجار الفواكه الشوام اللي جايين البلد وحكى المقريزي عن جمال الفندق وروعته ونضافته تخيل ده الكتاءة ودي صورة ضرب التفاح قدامك هتلاقيها في مصر في الضرب الأحمر كمان إذا اتنقلنا وسبنا بقى المماليك والعثمانيين فعهد الخديو اسماعيل اتوسعت مصر في عمل الفنادق كتير جدا على غرار الفنادق الأوروبية واشتهر عدد كبير منها أشهرهم شيبرد وبعد كده هيتعامل الوينتر بلس في لقصر وجراند حلوان وقصر هليوبلس وسافوي والإنتر كونتيننتل وغيرها من الفنادق الكبيرة اللي اشتهرت بروعة الخدمة فيها والضيافة وللأسف كتير منها دلوقتي بيتباع أو هيتباع أو اتباع برخص الطراب زي الفنادق دي الفنادق دي يا حضرات اللي انت هتشوفها أو شايفها قدامك دلوقتي دي كانت ضرة التاج مصر تقريبا هي واحدة من البلاد العالم اللي كتعرفها يعني ايه ضيافة يعني ايه فندقة من أيام الخان المسافر خان وغيره إلى الأيام الفنادق الكبيرة نسيب بقى الفندقة على جنب ونروح للطيران واحدة من الاختراعات الحديثة في القرن أو القرن اللي فات أو القرن العشرين يعني واللي غيرت مفهوم النقل والسفر والمواصلات في العالم كله حتى الحرب اتغيرت فيها تخيل هللاقي برضو مصر كانت رائدة من رواد دخول المجال ده في افريقيا وفي الشرق الاوسط اول طيار عربي وافريقي كان مصري هو الطيار اسم محمد صدقي الطيار ذا قصته بسيطة قوي الانجليز رفضوا يدولوا بعد ما درس الطيران رفضوا يدولوا رخص الطيران راح اشترى طيارة على حسابه من ألمانيا وطار بيها من المطار هليوبلس نزل في هليوبلس في مصر من ألمانيا لهليوبلس وفضلت الصحافة وقتها تتابع الرحلة بتاعته لحد ما وصل مصر في يناير زي اليومين دول وعشان كده تسمى ده بقى عيد الطيران عيد الطيران المصري وهو اليوم اللي نزل فيه الطيار محمد صدقي في مطار هليوبلس زي الصور دي اهو قدينا شايفين مصر كلها كانت في انتظاره وكانت الصحافة بتتابع يوم بيوم رحلته وخرج منهين ورجع فين ووصل لحد فين وتم تكريم البطل الجريء محمد صدقي في الصورة اللي انت شايفها دي تم تكريمه من كبار الشخصيات في مصر كانت مغامرة صدقي الحقيقة سبب في مغامرة تانية عمالها واحد تاني اسمه كمال علوي اللي تعلم الطيران برضو في أوروبا ورجع عشان يكون سبب في انشاء أول خطوط مصر الهوائية وده الاسم الأديم أو الأولاني لشركة مصر الطيران ده كمال علوي في صورته ده اللي كان برضو عمل المغامرة وكان واحد من كمال بيك علوي اللي كان واحد برضو من قادي صورة المطار الأديمة هي وقادي مجموعة من الناس والشخصيات اللي كانوا في انتظاره بعدها الحقيقة كان معادنا مع إنشاء أول مطار مصري خالص وده كان مطار ألمازة وتعملت له ليحة إدارية وتنظيم للملاحة وتعمل أول مطار في إفريقيا والعالم العربي وده كان في عهد الملك فؤاد دي صورة المطار تقريبا دي صورة المطار تقريبا أيوة بالزبط كده دي صورة المطار شركة مصر الطيران اللي هي القطوط العوائية المصرية وده صورة الورش أو الهناجر اللي كانوا بيشتغلوا فيها والمضيفات وقادي رحلة نفرتيتي حاجة جميلة جيد تخيل ده ده المنطاط ده اللي طار ده كان سنة 13 تقريبا شايف الناس كتعمل إزاي شايف شايف الوسائق والصور شايف اتفرج على وزارة الداخلية شايف عملوا ليحة تنظيم للطيران ولفكرة أو لمهنة الطيار ولحركة الطيران المصريين الحقيقة مش عشان أنا مصري بس يعني إنما هما صناع الحضارة الحقيقة حضارة عمرها سبع تلاف سنة يعني أنا فاكر كويس قوي لما شفنا فيلم اسمه المصير للأستاذ العبقري يوسف شهين واللي بيكلم عن رام اللي هو جاي من بلاد أسيا عشان يعلم المصريين الزراعة أنا فاكر إن أنا وناس كتير كان واحدة من النقد أو يعني كان من مشاكلنا مع الفيلم إن مين رام ده اللي جاي يعلم المصريين الزراعة ودي يمكن فلتت من الأستاذ يوسف شهين وأنا أعتقد إن هو كان واحد من كتاب السيناريو إيه رام ده اللي جاي يعلمني الزراعة مع إن القصة كلها مبنية على قصة سيدنا يوسف سيدنا يوسف معلمش المصريين الزراعة إنما هو خزن أو أدار حركة الغذاء في مصر وهو قال اجعلني على خزائن الأرض مش على أعلمهم الزراعة في الفيلم عندي يوسف شهين بنشوف إن رام بيعلم المصريين إزاي يزرعوا الأمح والحبوب دي كانت واحدة من الحقيقة يعني الانتقادات بتاعتي وبتاعت ناس كتير على فيلم المصير المصريين أعلموا الناس الزراعة صحيح بعض الدول التانية علمتنا تقنية في الزراعة لكن صحيح إنه كان في ناس دخلوا لنا أنواع جديدة من الزراعة زي القطن زي المنجا زي اليوسف أندي أو اليوسفي لكن المصريين أصلا هم اللي كانوا مغزن للحبوب في الإمبراطورية الرومانية فإحنا علمنا الناس الزراعة إحنا من أوائل الناس اللي تعملنا مع فكرة الفندقة إحنا من أوائل الناس اللي الحقيقة يعني كان لنا باع كبير في الطيران وغيره يعني دا كان بس مجرد تذكرة لبعض الحوش السنكيح اللي بيكلموا علينا أن إحنا ما بنعرفش لا كنا بنعرف كنا بنعرف لحد ما أتى على المصري حينا من الدهر مسكوا مجموعة من الحمقة والسنكيح لأن أغلب من حكم مصر كانوا من الرعاع والجهلة والسنكيح زي الفترة اللي إحنا فيها دي